عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس وحل مشكلات المناطق السخنة الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس وكذلك جهود توفير مياه الشرب وإقامة المزيد من محطات التحلية وذلك بالتنصيق بين وزارة الموارد المائية والري والشركة القابضة لمياه الشرب وصرف الصحي تناول الاجتماع أيضاً متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس في إطار الحرص على ضمان وصول تصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين